مقر منظمة بجر الآن المتظاهرين فعلوا ذلك نتيجة إحساسهم بأن من يحكمهم مجموعة من المجرمين بهذه الكلمات عنونت صحيفة ميدل إست آي ما يحدث في البصرة من تظاهرات شعبية عارمة بدأت بشكل سلمي منذ شهرين وما زالت رغم كل أساليب القمع الحكومي فالكيل فاض بالنسبة لسكان البصرة جراء قتل العشرات وإصابة المئات من المتظاهرين واعتقالات جماعية على يد ميليشيات الأحزاب الحاكمة ومحاولات هذه الميليشيات ودى التظاهرات لكن أنا لها ذلك الصحيفة تقول إن البصرة التي تعد شريان العراق ستشهد أمراض وبائية قاتلة في الفترة القادمة بسبب التلوث والإهمال وأضافت في تقريرها عن البصرة أن التظاهرات الشعبية ستتصاعد في الأيام القادمة نتيجة ارتفاع عدد القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين الذين يتعرضون لقمع حكومي شديد شاركت به ميليشيات الحشد إغلاق ميناء أم قصر البحري وإغلاق عدد من المنافذ الحدودية التي تديرها الأحزاب الحاكمة وإحراق مقرات هذه الأحزاب مؤخرا كان نتيجة طبيعية للإهمال والقمع الحكوميين على مدار الشهرين الماضيين وعدم اتخاذها أي إجراء يذكر لتوفير الكهرباء والحد من تلوث المياه تلوث أدى إلى إصابة أكثر من 25 ألف شخص بالتسمم منذ الثاني عشر من آب الماضي بحسب إحصائيات مديرية صحة البصرة لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يتحدث متظاهرون عن مخاوفهم من الذهاب إلى المستشفى بالقول إن مرتزقة الأحزاب السياسية موجودون في المستشفيات وهم للمتظاهرين بالمرصاد لإلحاق الأذى بهم أسباب يرى متظاهر البصرة بأنها كافية تماما للقيام بثورة شعبية ضد الأحزاب الحاكمة وميليشياتها التي احتكرت مقدرات العراق وثرواته منذ 15 سنة فالحياة مع هذه الثلة الحاكمة أصبحت لا تطاق هكذا يقول متظاهر البصرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر